كيفية إلغاء تفعيل خاصية رسائل مباشرة على حسابك في تطبيق تيك توك كما ترون هذا هو الصفحة الرئيسية صفحة الفيديوية تقوم بالذهب والضغط على زر البروفايل هنا تضغط على البروفايل أو الملف الشخصي كما ترون هذا هو ملف الشخصي تقوم بالذهب إلى ثلاثة أيقونات في الأعلى تضغط عليها هكذا ثم بعد ذلك تضغط على زر الإعدادات والخصوصية ثم بعد ذلك تقوم بالذهب والضغط على زر إشعارات لحظية وبعدها كما تلاحظون خانة الرسائل رسائل مباشرة ومفاعلة أقوم بإلغاء تفعيلها بالضغط عليها هكذا وننتهي من هذا الفيديو في هذا الحين وبهذا لا تنسوا بالضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة